هلوه حلوين عاملين ايه فيديو النهاردة هنعمل فيه ثلاث وصفات مهمة قوي موجودين في كوريا وطبعا هنعملهم بوصفة سهلة جدا اول حاجة هنعملها هو التوكبوكي الكوري هنستخدم فيه سوس الكوتشو جانج اللي هو الحار او بنقول عليه معجون الفلفل الحار اللي هو الكوتشو جانج الساسة الحارة وممكن نستبدالها بشواء بابريكا وصوص وشواء تركات كده هعلمها لكم في فيديو تاني طبعا شملتش التوكبوكي فراش فقررت ان انا اعمل العجينة بنفسي افضل فجبت شوية دقيق رز اللازج وكمان شوية دقيق من اللي هو العادي الامح بتاعنا وعجنتهم بماية سخنة وبعدين بشير العجينة ترتاح لمدة 3 ساعت من التلاج بابدأ اقطع شوية خضار كده باضيفه على التوكبوكي بيديله طعم احلى واغنى شوية عشان ما يبقاش سادة خالص فبا بحط عليه جازر وبصل وبصل اخضر وكمان ممكن تضيفه السوسيس او كمان ممكن تضيفه الفيش كيك الكوري بس ده نادينا نقم بنلاقيه في مصر فا يعتبر بي اسهل حاجة يعني المكوناتك بعد كده بنبدأ نشكل العجينة بتاعتنا بعد ما جمدت شوية عشان ما تبقاش طرية قوي بنروش شوية دي بسيط وبعدين بنبدأ نقطع التوكبوكي على هيئة حبال وكبان نقسمها على الاشكال اللي انتو حبانا انا بالنسبالي بحب التوكبوكي اللي هو بيبقى الزاوية بتاعته بتبقى ميلة كده شوية بياخد شكل لطيف اكتر من ان هو بيبقى بس ايه صوبة كده مجعلة صوى خلوس طبعا البروسيس ده بتاخد وقت طويل قوي فانتو ممكن تشتروه جاهز عادي جدا فعشان تريحو نفسيكو ويعتبر بتبقى هاي هاي نفس التكلفة لان برضو ادي الرز بيبقى غالي يعني سيكا لحد الماء في طاصع النار او في حالة فيها ميا مغالية بننزل عليها بالتوكبوكي بتاعنا اللي هو الهوم ماد اللي احنا عملنا في البيت عادي جدا وبيتسلق لمدة حوالي عشر دايق او ربع سعبت كتير قوي لحد ما تطلعوه يبقى بالتكستر دوت يعني عايزين القوام بتاعو يبقى طري كده وملمسوا بيكون ناعم كده عمل زي المطاطي ك بعد كده بطلع التوكبوكي بتاعنا في ميا ساعة على جنب عشان بس اوقف السوا بتاعو اه وكمان ابدأ اعمل الصاص بتاعو نفس الطاصع او الحالة اللي سلقنا بيها بالميا بتاع التوكبوكي بحط فيها صايصاص وزيت سمسم وسكر وكمان يقام بقى كوتشوجانج او يقام كاتشاب انا احطيت كاتشاب وكمان شوية الخضار اللي احنا قطعناهم وشطاه ده بدائل الكوتشوجانج حاليا وشوية تابريكا طبعا عشان بس الناس اللي احنا قطعناهم وشطاه مش لاي معجون الفلفل حار او اللي هو صاص الكوتشوجانج بتاع التوكبوكي وبعدين ببدأ اصاف التوكبوكي وحطوه على المزيج بتاعنا على النار بقى زي ما تشايفين كده بيبقى للكده بقى خلاص يبقى كده بقى بقى جهزة طبعا الوصفة تيت مش هتطلع لكم طعم التوكبوكي ما في المية هو هو لا هيطلع لكم بس بنسبة مثلا ايه 70% حاجة زي كده لان طبعا صاص الكوتشوجانج بيبقى مخمر او يعني متخمر وكده مش خمر او حاجة او يعني حاجة مش حلال لأ هو متخمر عشان بيبقى فيه فول صوية بس هو بيكون حلال ما تلاقوش ويه بس كده هتدي كده توصفة التوكبوكي اتمنى تكون عجبتكو يلا بنا نخش على الوصولة بعدها وهو الكورن دوغ الكوري او المشهور في الكوريا بعيدان السوسيس المقرمشة طبعا انا عملت كل الانواع بالسوسيس يعني فيه بعض الاحيان يعني الناس بتعملوا بالجبنة يعني نص سوسيس ونص جبنة طبعا ما لقيتش جبنة في السوق اللي هي الصعوبة اللي هي ينفع التسيح وكده فعملتها بالسوسيس ما فيش مشكلة طبعا هنجيب شوية دقيق وخميرة وصوق سكر ومية دافية وبس كده دي العجينة بتاعتنا بتاعت الكورن دوغ اللي هي اللي هنلف حواليها الكورن دوغ اللي هو السوسيس فالوصفة دي بالنسبالي عبارة عن سناكس يعني سهلة جدا ولطيفة قوي ويعني على طول على طول بتخلص بسرعة وبننزل بقى السوسيس بعد ما لفنا في العجينة بتاعته بننزلوا في البقصمات اللي هو الكرونشي اللي هو فتفية الخبز وممكن تعملوه بالفينو او البقصمات اللي عندكو في البيت وبيتقلو في الزيت لحد ما ياخد اللون الجولدن براون كده واللون الدهبي ده الجميل ده بس كده في كوريا بقى بيطلعو من الزيت على طول بيحطوه في سكر وبعدين بيحطو عليه بقى الكاتشاب او مايونيز او مصردة على حسب انتو بتحبو ايه وبس كده نخش على الوصفة الاخيرة وهو الماندو الكوري او الدامبلينجز الكولي والده طبعا بياخد وقت طويل قوي معايا بالزيت في العجينة عشان احنا بنفرد العجينة من الصفر يعني انا عاملة كل حاجة من الصفر في الوصف دي والمرة دي استخدمت الجابتشي نوديلز او الجلاس نوديلز اللي هي النوديلز الشفافة الكوري طبعا انا جهزت العجينة في البيت يعني انا ما اشتريتش عجينة دامبلينجز جهزة او حاجة عشان سعاد احيانا بتبقى في منها الجهزة بس ما اعتقدش انها موجودة في مصر اصلا يعني لو انتو في كوريا اكيد طبعا هتلاوها كتير فبدأت احضر بقى الفالنج او الحشوة اللي هي عبارة عن نوديلز او يقيمة لحمة وطبعا بتضيفو عليها خضار او ا امكان يعني طبعا العجينة عبارة عن دقيق وملح وشوية مية وبس كده وبتسيبوها على جنب المدة عشر دايات ارتاح وتبدأ تعجنوها وتشكلوها كده الكور صغيرة ونبدأ نفردها بقى بالنشابة ونجيب طبق او سلطانية صغيرين عندنا عشان نشكلها على قائق الكورة او دايرة يعني على حسب المسامة بتاعكم طبعا انا كان في عندي شوية حشوة متبقية من مرة اللي من مرة فاتت كده كنت عاملها من من اسبوعين وقد شايلها في الفريزر فقلت اطلعها وعملها مفيش مشكلة ودي طريقة التأفيل للسل يعني هي المدورة ديت للسل وكمان في واحدة تانية اللي هي بتتقفل على طول كده بالصوابع بتضغطوها بالصوابع دي مشهور قوي في كوريا بتتقلي على طول يعني فكرتها النهية بس ايه بس بسيطة جدا يعني وفي بقى انواع تانية اللي هي بتتحيشي بقى النودلز او الجلاس نودلز ودي دي قوتها في مطعم كوري هنا في مصر وجدكت خطيرة جدا وده اللي خلاني ان انا اجرب اعملها بالجابتشي نودلز او بالجلاس نودلز وطبعا الدامبلنز لها اشكال كتير قوي واشكال متنوعة قوي فلو حبين ان انا اعمل لكم فكرة مخصوصة للدامبلنز او الماندو الكوري اشكالها معينة وان احنا نقفلها سوا سوا اعملها لكم مش مشكلة وبس كده عملت جوز مسلوق وعملت جوز فرايد اللي هو المقلي وانا بصراحة بفضل المقلي اكتر عشان انا بحب الحاجات الفرايد طبعا بقى ممكن تغمزها في اي صوص انتوا بتحبوه انا غمزتها بالص وفيه نوع تاني ممكن تغمزو بقى بالصوص اللي هو بالصوص النادلز اللي هو الكلتك وبس كده تمان الفيديو يكون عجبكم وانيوان